وأهم موضوع عدنا مع سوريا أنشأنا هو الجدار الكونكريتي اليوم عدنا مع سوريا في المنطقة الأهم والأخطر وخصوصا من شمال جبل سنجار نزولا إلى أطرافاوي عدنا 170 كيلومتر جدار كونكريتي تيول بارتفاع 73 سنتيمتر يعلوه مانع من فاخي وهذا الجدار هو مثالي معمول به في دول متقدمة في ضبط الحدود أنهى نهائيا حالات التسلل والتهريم عدنا كياب الضوي مدنا على طول الحدود العراقية السورية بطول 400 كيلومتر عدنا مشروع مهم تبنيناه كقيادة قوات الحدود بنعم السيد الوزير كان لدينا معمل للكونكريت والكسارات في الخيضر كان له لا زال كان عدنا موجود في الخيضر في كربلا نقلناه إلى الصفر العراقي السوري حاليا حسنا في الحدود الادارية الناحية نقول لقد واسفلتها بالضبط هذا الجدار حقق أنه جدار حقق أنه صب وإنتاج كتل كونكريتية ونقلها ونصبها على الحدود حقق أنه جدار بطول 60 كم اختزلنا مبلغ كبير من تكلفته لو ذهب باتجاه الشركات بالسبع مليار صح؟ تقريبا أكثر من 7 مليار اختزل تكلفة إنشاء هذه المنطقة والعمل متواصل وذهبين باتجاه الشمال باتجاه ربيعة لغلق هذه المنطقة إذن سيادة الفريق هذه التجربة بشوريا أنت الآن تتحدث أمام الرأي العام قللت التهريب بنسبة 90% والمنظمات المتطرفة لماذا لا تكرر هذه التجربة أو تعاد سياغتها مع الحدود مع إيران مثل كأن تكون في رأس البيشة مثلا اللي هي واحد من مصادر التهريب أو مناطق أخرى أن تستلسخ أو تطور بالمناطق ذات المساس المباشر والأثر البالغ بالتهريب مع إيران ليش ما تشتغلوها بنفس الطريقة؟ منه قال ماكو؟ أنا دعا أسأل لي أنه أنا ما سامع طبعا أخلي أوضح لك سوريا مثل ما تفضلت بدين بيها لأنه مصدر الإرهاب الأولوية الثانية كانت لباقي دول الجوار حدودنا مع إيران هي الأطول اللي أكثر من 1493 كيلومتر اليوم لدينا نسبة ضبط تصل إلى أكثر من 80% على؟ على حدودنا من الفاو إلى خانقين إلى 80% لأول مرة نصل إلى نسبة ممتازة في ضبط حدودنا في شط العرب نفس العمل اللي عملنا في سوريا جاري استنساخها مع الحدود الإيرانية اليوم غطيت كل حدودنا من إسليمانية إلى الفاو بالكاميرات الحرارية بنفس الآلية اليوم لدينا مانع من فاقي من الشيب إلى إسليمانية بطول 850 كيلومتر بنينا خلال العام الماضي وهذا العام أكثر من 200 مخفر ومحق حدودي على الحدود العراقية الإيرانية وبالتالي عملنا كبير عززنا القطاعات اللي موجودة خلال 23-24 شكلنا 13 فوج 3 أفواج مشات آلي و10 أفواج مشات لسد الثغرات على حدودنا مع دول الجوار شكل لدينا لواء الـ 21 في منطقة إسليمانية لضبط الحدود العراقية الإيرانية في هذه المنطقة فتحنا مسار مع الصفر العراقي الحدود الإيراني بمسافة من 100 إلى 150 متر عن الدعامة الحدودية من الشيب إلى السليمانية وهذا بطول أكثر من 800 كيلومتر وبمنتسبيننا وبمعداتنا رفعنا آلاف الألغام من هذه المناطق الحدودية ألغام محقول كبيرة ومبعثرة على هذه المناطق من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية وانطينا ضحايا كثيرة آخرها قبل يومين أحد منتسبين في حق الألغام حققنا نسبة ضبط أكثر من 80% في هذه المنطقة على الحدود العراقية الإيرانية من الفاو إلى السليمانية مين تفوت هذه العطلان مع المخدرات إذا 80%؟ نحن نتحدث عن ضبط خاصة هذه المنطقة حققنا بها نسبة ضبط مثالية حدينا من موضوع التسلل والتهريب في حدودنا بين العراق وإيران بقد لدينا المنطقة الشمالية لدينا شغل كبير بها اللي هي؟ اللي هي في حدود السليمانية وأربيل منطقة وعرة لم تكن فيها أي مخافر لدينا عمل كبير فيها لضبطها توجد تداخلات لأهالي المنطقة يعني والله أعذرك أن تركيا تصار لها كذا سنتقاتل في هذه المنطقة مع البككة ما في الحد بالضبط بكل قطعاتها ما قدرت بالضبط